تنطلق غداً ولا فعاليات الطريق إلى كوب 28 التي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دوبي وتنقسم الفعالية إلى ثلاثة برامج تبدأ بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام الطلاب وتعليمهم وتمكينهم والذين تتراوح عمارهم بين سبعة وخمسة عشر عاماً لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه ويعقبه برنامج ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة أما البرنامج المسائي فسيناقش خلاله الفريق القيادي لكوب 28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعت الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تصدفه دولة الإمارات